اهلا بكم بحث الوزير الاول عبدالعزي جراد اليوم السبت مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر فاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسمح هذا اللقاء بإجراء تقييم لتقدم المحرز في المشاريع الجاري إنجازها من قبل الشركات الصينية في موضوع آخر تمت إعادة انتخاب رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية إسماعيل البش خلال دورة عادية للجمعية العامة المنعقدة اليوم بجزائر العاصمة على رأس الجمعية لخمس سنوات أخرى وتهدف جمعية الصداقة الصينية الجزائرية إلى تدعيم التوافق وتعزيز الصداقة بين الشعبين الجزائر والصيني فضلا عن تشجيع تبادلات العلمية والثقافية والسياحية والرياضية أكد الأمين العام بالنيابة لحزب تجمع الوطن الديمقراطي عزد الميهوبي أن حزبه سيكون حاضرا في الانتخابات المقبلة على اختلاف مستوياتها مؤكدا أن خبراء من ذات الحزب قد أعدوا مسودات لمناقشة تعديلات دستور الجديد مضيفا أن هذا الأخير يجب أن يلبي كل تطلعات الشعب الجزائري أعلن رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني في لاليغويني عن تأييد حزبه للمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية معربا عن ارتياحه لحكمة الرئيس في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان في جميع المجالات اعتبر رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين اليوم السبت من ولاية جيجل أن البنوك العمومية مدعوة لكي تلعب دورها الاستثماري التي أنشئت لأجله لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وفق ما يتطلع إليه الشعب لأن ما يمتدر الجزائر حاليا هو النهوض بالاقتصاد الوطني نهاية الموجز إلى اللقاء